أنظار العالم بأسره تتجه إلى مصر بتركيز واهتمام حيث يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة كوب 27 بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث التاريخي الذي يشارك به المجتمع الدولي بمكوناته المختلفة وهو الأمر الذي حرص عليه وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لبحث مختلف الجوانب الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ من خلال الاجتماع مع أعضاء هيئة مكتب المؤتمر ولأن العقادة هذا المؤتمر على أرض مصر يشير إلى تقدير العالم لدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أكد زعماء بعض الدول حضورهم ومن بينهم الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي ورؤساء حكومات بريطانيا وإيطاليا وهولندا وسكوتلندا وإسرائيل والمستشار الألماني ليحمل ذلك الكثير من الدلالات المهمة في مقدمتها الاستقرار بمفهومه الشامل التي باتت تتمتع به مصر ويزداد رسوخا يوما بعد يوم سياسيا واقتصاديا وأمنيا وتنمويا بالرغم من الأحداث والتداعيات الجسيمة التي يشهدها العالم والمنطقة منذ سنوات من ناحية أخرى تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش بأن الوقت قد حان للانتقال إلى حالة الطوارئ وإنهاء دعم الوقود الأحفوري والتخلص التدريجي من الفحم وتحديد سعر الكربون وحماية المجتمعات الضعيفة والوفاء بالتزام تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار وتسريع العمل المناخي بهدف الإبقاء على الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود درجة ونصف درجة مأوية وتسعى دورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف لتجديد التضامن بين دول العالم لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب الأرض أمام أزمة الطاقة المتزايدة والتركيزات القياسية لغازات الاحتباس الحراري وزيادة ظواهر المناخية القاسية